قبل بقى تدشين لجنتكم لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم ابدأني الحكاية من أول كان يا مكان البداية الأفكار الحقيقة أنه البداية كانت منذ أن وجه السيد الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في إبريل العام الماضي السيد الرئيس لما وجه بإعادة تفعيل اللجنة اللجنة اشتغلت بدور كبير جدا وكان من ضمن توجهات السيد الرئيس في إبريل العام الماضي أنه اللجنة مش بس تقتصر على إعداد قوائم للعفو الرئاسي أو ترشيح من تنطبق عليهم معايير العفو الرئاسي ولكن أيضا تشملهم اللجنة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم الناس دي بعد ما تخرج هيبقى مستقبلها عامل إزاي الناس دي هنتبعهم وندعمهم أنهم يمرسوا حياتهم بشكل طبيعي في المجتمع ويندمجوا في المجتمع ويعودوا لأشغالهم والأعمالهم إزاي وهنا جيه دور التنسئية بحس وطني شديد ومسؤولية سياسية ملقاة على كيان كبير زي تنسئية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تتبنى هذا الدور في إعادة دمج المفرج عنهم سواء بقرارات عفو رئاسي أو بقرارات من النياب العامة إخلاءات سبيل من النياب العامة ده من هنا كانت البداية والحقيقة أنه اللجنة بشرت عملها في سبتمبر الماضي ولكن كان بجهود غير معلنة كانت بجهود غير معلنة بتعاون وصيق جدا مع المجلس القومي لحول الإنسان وبمتابعة ويعني متابعة كبيرة جدا مع لجنة العفو الرئاسي لأن هي اللي بتعد القوائم المفرج عنهم وهي اللي بيبقى عندها الحصر والأسماء فكان فيه متابعة معهم وتنصيق دائم مع لجنة العفو الرئاسي تدينا نشتغل من سبتمبر الماضي إلى الآن اللجنة يعني المساق الأخلاقي بتاعها أو المساق عمل اللجنة بشكل كامل هو الحفاظ على السرية والخصوصية للبيانات المتاحة عندنا وتواصلاتنا حتى مع المفرج عنهم مش بس أن هم في حالات بتتصل وبتحاول تتواصل وتتلقى الخدمة لا إحنا يعني تطرقنا إلى أبعد من ذلك إنه كان فيه أعضاء من لجنة الدمج والتأهيل بيسافروا محافظات يقابلوا عدد من الحالات ولا سيامة الناس اللي مشهورة أو النشطاء السياسيين المعروفين يعني ما بحبش هستخدم لفظ مشهورين قوي النشطاء السياسيين المعروفين الموضوع ما كانش مقتصر على ده بس كان الهدف بالنسبة لنا كمان إن احنا نوصل للحالات اللي بيجدوا صعوبة في التواصل لتلقي هذه الخدمة واللي ما حدش بيقدر يسمعها أو يتواجد معها والحقيقة يعني قمنا بمجهود كبير جدا ولفنا عدد من المحافظات يعني من اسكندرية للصعيد للسويس للدلتا في محافظات كتير جدا يعني الأعضاء اللجنة خدوها خلال الفترة الأخيرة إلى أن تم تتشين اللجنة رسميا من منذ خمس أيام تقريبا تم تتشينها رسميا وتتشينها كان تكليلا لجهود اللي عملناها خلال الفترة اللي فاتت وأيضا لإطلاق رابط إلكتروني لتلقي هذه الحالات لأنه موضوع القيمة المضافة اللي اللجنة بدأت تعملها وتسهم فيها في الدوير المحيطة بهذه الحالات أن هم بدأوا حتى يتواصلوا مع بعض ويعرفوا بعض أنه فيه جهود من التنسئية لإعادة دمج المفرج عنهم وفيه خدمات فعالية بتتم للمفرج عنهم فأطلقنا لينك إلكتروني لتسجيل هذه الحالات ولسهولة حتى فرز الحالات وترتيب الأولويات ويعني هو ما فيش حالات متشابهة مجهود بيبقى مجهود جبار جدا لأنه أغلب الحالات اللي بتيجي بيتم فرزها بالكامل تحديد أولويات معرفة معوقات كل حالة البحث عن حل لكل المشاكل اللي بيواجهوها هذه الحالات أو هؤلاء الحالات وابتدينا نشتغل على عدة محاور رئيسية في اللجنة أول محور كان بالنسبة لنا هو الدعم الصحي والنفسي لللجنة ثم الدعم الاجتماعي ثم الدعم المهني وتوفير فرص عمل لبعض الحالات يعني بشكل كامل حتى دعم مجتمعي والأمر بس لم يقتصر على هذا الدعم فقط بل تطرقنا أيضا إلى فكرة التمكين السياسي والدعم السياسي يعني بعد ما منقلص برنامج هذا البرنامج في التأهيل بنتوجه على طول للتأهيل السياسي لهذه الحالات بغض النظر عن التوجه السياسي أو الأيدولوجية السياسية بكل حيادية ومهنية وفي سرية تم كمان بيتم تأهلهم سياسيا دعين عدد كبير منهم جدا للورش المقامة وورش الحوار المقامة فيه التنسيئية صالونات التنسيئية اللي كان بيناقش فيها عدد كبير جدا قبل انطلاق الحوار الوطني فيه قضايا سياسية هامة جدا عدد منهم كبير جدا شارك كمان دعمهم ان هما يشاركوا عن طريق قنوات شرعية وقانونية للممارسة السياسية وفي عدد من الحالات اصبحوا أعضاء في أحزاب سياسية الآن عدد منهم شارك في جلسات الحوار الوطني وكانوا عدد منهم متحدثين في هذه الجلسات أيضا كل هذا نتاج عن مجهود كبير جدا بتقوم بيه اللجنة مع هؤلاء الحالات طبعا على الشق الاجتماعي وعلى الشق الصحي والنفسي عدد كبير جدا تم يعني دعمهم نفسيا ودعمهم صحيا وعلاجيا انه في حالات كتيرة جدا كانت بتحتاج تدخل علاجي عاجل وفي احيانا تدخل جراحي وعمليات جراحية تمت المساهمة في هذا الشق الشق النفسي بيتم على أيدي متخصصين في هذا المجال ودعمهم والموضوع لا يقتصر على الحالة فقط بل امتد أيضا لأسارهم وأطفالهم كان هناك دعم نفسي واجتماعي ليهم وجهتنا طبعا عدة مشاكل وكان يعني من ضمن في حالات مثلا بيبقوا يعني اتقبض عليهم بعد ما خرجوا تسابوا الشغل فيه إجراءات قانونية ولا أحية تمنع عودتهم من الشغل هناك توفير عدد فرص من العمل اللي تم توفيرها لهؤلاء الحالات ورجعوا بشروا عملهم فيه عدد من المفرج عنهم يعني رغبوا أنهم يرجعوا أعمالهم في عدد من الجهات والوزارات بالفعل تم زي وزارة البترول في البعض عاد لمباشرة عملهم فيها وزارة الكهرباء في عدد من الجهات الناس رجعت بالفعل شغلها ويعني استقرب بشكل كامل عندنا مشكلة كانت بتواجهنا في الطلبة المفصولين من الجامعات والمدارس بسبب تغيبهم بسبب فترة الحبس بتدينا نتواصل مع بعض الجهات المعنية والمسؤولين عن هذا الأمر نحن نحاول نرجعهم بس طبعا فيه يعني قوانين وإجراءات تحول دون رجوع هؤلاء الحالات خاصة في الجامعات فتدينا نشتغل على شق بديل ليكون فيه يعني عشان يبقى عندنا حتى تنفيذ سريع ويبقى فيه مجهود على الأرض واضح جدا وفرنا عدد من المنح الدراسية في الجامعات الخاصة والحقيقة بشكر كل اللي ساهم معنا في هذا الموضوع بتوفير منح الدراسية في جامعات خاصة أن الناس دي تستكمل تعلمها وعلى غرار هذا الدعم وهذا المجهود أشياء كثيرة جدا دي الحكاية من بدايتها اشتركوا في القناة